بعد الحداشر مباشرة حضرتك كان لك تصريح موجه بقى على غير العادة لجمهير الزمالك وبتقول ان انا بعتذر عن السوق الفهم وان انا عمري ما قصدت ان انا اقل من جمهور الزمالك ولا نادي الزمالك كان ليه التوقيت ده تحديدا وبرضو يعني شايف ايه اللي خلل اسلنا الامور تتفهم غلط من تصريحات حضرتك ان انت بتقلل من نادي الزمالك بس اقول لك حاجة انا الحقيقة بعد الماتش كان ماتش رجاء او ماتش احد الماتشات يعني كان الاعلامي عمر اديب كان استضافني بمداخله والحقيقة انا قلت لفظ خلني التعبير فيه وبالتالي حسيت ان انا لا تربيتي ولا نشأتي ولا اخلاقي ولا احترامي للجمهور المحترم وليس اللجاني او هززين الرؤوس في نادي الزمالك انا اتربيت عارف قيمة نادي الزمالك لان انا ما اتربيت او متولات ابوي رئيس النادي وكان من اعز اصدقائه وكان حلمي زمورة وكنت بروح نادي الزمالك قبل ماتشات الاهلي والزمالك لما يبقى الماتش بتاع الزمالك واروح اقابل حلمي زمورة عشان اخد منه تذاكر عشان اروح بيها الماتش وبالتالي كانت العلاقة محترمة ما بين الناديين لان كان في رئيس نادي محترم مع رئيس نادي محترم انا بقول من اعز اصدقائي ايمان يونس كان هشاميا كان في وقت ملاوات انا تربيت فوست فاروق جاع فارور سواجة ومحمد توفيق لما كانوا بيلعبوا ضد كاب محمود خديم انا تربيت جوة المنظومة دي كلها وبالتالي انا علاقتي بالنادي الزمالك وناس كتير اوف ناس حلمي طولان من اعز الناس انا بحبها وبالتالي انا ما عنديش اي غضادة بالعكس انا بحترمه وبقول ان النادي الزمالك ده كيان كبير انا نادي الزمالك على دماغي وجماهير نادي الزمالك المحترمة على دماغي وبالتالي حسيت ان انا قلت لفظ ما كانش خني التعبير فيه ولو انها كانت دعابة ما بيني وبين عمر قديب لان عمر قديب صديق يعني سواء هو او سيدة حرم ولميس من اصدقاء معايا ومعمراتي فهو بالتالي كان مدعبة لكن الحقيقة ما كانتش في محلها اشتركوا في القناة